أهلاً فيكم برجة دلو من بداية الشهر أو من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر طبعاً القراءة مثل دائماً راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برجة دلو ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً مثل دائماً الغراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع ولكن فيه إشي ممكن تستفيد منه بالفيديو رسالة أو إشي معين ممكن يفيدك أو يختمك في موقفك فأخذ من الفيديو أو من القراءة الإشي اللي بتحسه بيفيدك وبيختمك وترك الباقي لأن الطاقات بتختلف يعني مش راح تنطبق على الجميع راح نبلش أول بي طاقتك أنت وبعدين راح ننتقل إلى طاقة الشريك وخطواتكم في المستقبل نصير العلاقة بينكم أيضاً في المستقبل وإذا فيه أي شي بدنا نوضحه راح نسحب كروت للتوضيح طيب من نبلش أول بي طاقتك أنت أو بي كروت النصيحة لإلك أنت يا برج الزلوك بيحكي لك التواصل اللي بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه بيتطلب الوقت أو بيحتاج وقت فبدك تسمح أنه يكون فيه مجال بينكم تتعرفوا على بعض تحكوا مع بعض أكثر تفهموا مع بعض أكثر simple act of kindness ما تكون كتير صارم وقاسي مع هالشخص أو كتير جاف وبارد مع هالشخص لأنه مبين أنه أنت حتى إذا حسيت بأي مشاعر تجاه هالشخص عم تكتم عم تخبيها فيه عندك فرصة جديدة مع هالشخص أو رح يكون فيه فرصة جديدة مع هالشخص لحتى تناقشوا أمور ما ناقشتوها من قبل تتعرفوا على بعض أكثر فيه معلومات جديدة رح تظهر لإلك يا برج الزلو أو رح تكتشف إشي جديدة رح تطلب منك أنه تنظر إلى تفاصيلها أكثر بدك تحاول تدقيق على التفاصيل سواء كان بمجال العمل أو سواء كان بمجال العاطفة بدك تنتبه وتركز على التفاصيل أكثر أيضاً الإشياء اهدماماتك والهوبي السبعتك مش غلط أنك تشاركها مع الآخرين لأنه ممكن يكون فيه نظرة من عندهم أو ممكن فيه يكون إضافة من عندهم ممكن تساعدك فيه أنك تحقق طموحاتك أو الإشياء اللي بتتمنىها سواء كان من المجال العاطفي أو بالعمل عم شوفك أيضاً عم تتبع حالياً باشن أو شغف أو فكرة معينة أنت بدك إياها بتحس أنه بتخدمك بطريقك بحياتك إشي كتير تنربط معه وبتحس أنك كتير منجذب لإله يعني أغلب الأوراق اللي هون طلعتين دي أغلبها مادية فمبين أنك مركز أكتر على العمل حالياً وممكن تكون خليت الوضع بينك أو التواصل بينك وبينها الشخص أو في وقت مستقبع ما عم شوف فيه كتير تواصل مع هالشخص هيدا كان بالنسبة لكروت النصيحة بدنا نشوف طاقتك أنت حالياً يا برج الدلو نبين أنه أنت فيه عندك حكي بدك تحكيه لشخص أو كتير عم تفكر أنت بطاقتك حالياً لأنه الأوراق اللي طلعت عندك جميعها هوائية فأنت حالياً بطاقتك عم تبحث إلى بداية جديدة عم ممكن عم تكون عم تبحث إلى فرصة أخرى بدك تحكي مع شخص وبدك تحكي مع شخص العلاقة بينكم سببت لك جرح ممكن تكون مجروح بالسبب بعدك أيضاً عن هالشخص وفيه إشي بدك تحكيه لإله لأنه communication ممكن يكون أيضاً التواصل بينكم لأنه متوقف هو اللي عم يسبب لك ألم هون أو هو اللي عم أنت زعلان ومتحير من أمره لأنه أفكارك واضحة جداً اللي بتريده مبين أنه كتير واضح اللي بتريده ولكن التواصل بينك وبينها الشخص صعب وهذا عم يسبب لك حالياً جرح أو زعلان من هالإشي زعلان من أنه التواصل مش متل ما كان في الماضي بينك وبينها الشخص انقطع أو خف كتير عن الماضي من نسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك عم نشوف أنه الحبيب فيه كونفلكت بمشاعره الداخلية يعني هالشخص متضارب بمشاعره الداخلية لأنه عنده مشاعر كتير فياضة ولكن بغير توجيه أو بدون توجيه أو ما إلها دايركشن أو خط معين يعني هالشخص ممكن يكون أيضاً اللي عم تتعامل معه برج مائي من البعض منكم الأبراج اللي ممكن تتعاملوا معه برج مائي فهالشخص كتير حساس انت بتحس انه كتير حساس وكتير في عنده مشاعر وبتحسه شخص كتير عميق وهو بالفعل عنده مشاعر عم شوفون يعني شخص ايموشن لي متشور عاطفياً أيضاً هالشخص ناضج وما بيحب الكذب يعني اللي بيحس فيه بيحكيه على طول ولكن طبيعة مشاعره هون كتير متضاربة مع بعضها لأنه ما في دايركشن ممكن أيضاً الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده عدة اختيارات عدة أشخاص بحياته عدة عروض حب عم تقدم لها الشخص وهو مش عارف أي واحدة يختار منهم فاموشن لي أو عاطفياً الشخص اللي عم تتعامل معه حالياً ضائع أم شوف لأنه في عنده كتير اختيارات كتير مشوش عاطفياً وهالإشي عم يسبب له تضارب نفسي في جوا نفسه أنت طاقته كون مبينة أنه كتير واضحة ولكن هو كتير ملخبطة كتير طاقته ملخبطة أيضاً ممكن إذا ممكن أيضاً الشخص بيحس إنه هو إذا كان إذا كنت إنت محوط بعدة أشخاص ممكن يحس أيضاً إنه في منافسة أو بيحس إنه ما بده يقوم بها المنافسة مع الأشخاص اللي حوالك يعني إذا في عندك أنت برج الدلو إذا في عندك أكس أو إذا في عندك أصدقاء عنده بحياتك حالياً أنت محوط فيهم هالشخص بيحس إنه عندك عدة اختيارات وهو خايف إنه يظهر أو يبين مشاعره لأنه أولاً بيحس إنه ما بده يتنافس من أجل حبك لأنه عرضه صادق فهو بيخاف إنه يستثمر بالعلاقة وبالأخير أنت يعني يكون في عندك عدة اختيارات وتختار شخص آخر أو تختار إشي آخر لكن عم شوف أنت عم تطلع عليه عم تراقبه من بعيد عم تدرسه من بعيد عم شوف طاقتك أنت أهدى من طاقته أو متوازنة أكتر من طاقته ولكن بعمق المشاعر هالشخص مشاعره ممكن أعمق تجاهك مما أنت مشاعرك أعمق تجاهه بصراحة لأنه أنت عندك سيوف طلعت أوراق عقلية ولكن هو أوراقه عاطفية فحتى إذا في بينكم تضارب أو مش عم تتفهمه مع بعض مش عم تحكمه مع بعض إلى أنه هالشخص كتير عاطفي وكتير بيفكر بعاطفته ومشاعره بالنسبة لخطواتك في المستقبل برج الجديه عم شوفك عم تبعد عن إشي معين ممكن عم تبعد عن علاقة قديمة ممكن عم تبعد عن شخص قديم أو ممكن عم تبعد عن هالعلاقة لأنه أو رح تبعد عن هالعلاقة لأنه طاقة مستقبلية لأنه بتحس أنه وصلت إلى dead end أو إلى طريق مزدود مزدود صعب عليك أنه أنت عم تشوف أنه ما في حل عم تحاول توجد حل للمشكلة اللي عم تواجهكم أنت والحبيب ولكن مش عم توجد لإلها حل فأفضل طريق أنت بتشوفه أو أفضل حل أنت بتشوفه أنك تسحب حالك من الموضوع أو تختار الصمت أو تبعد أو تنسحب شوي من العلاقة إلى أنك عم تحاول روحانيا عم تحاول تجذب هالشخص لحياتك روحانيا عم شوف أو عم تحاول ممكن تجذب شخص آخر يختلف من شخص إلى آخر لأنه في عندك دمجشل فأنت عم تستخدم هالطاقة لحتى تجذب شخص معين بحياتك أيضا عم شوفك عم شوفك باني سور حول حالك إلى أنك بتحبه بس بسبب الجرح اللي سبب لك التواصل حاليا أو في المستقبل رح تكون منغلق على حالك لأنه عم شوفك تضررت بالفعل ممكن أنت تكون متضرر منش من هالشخص ممكن يكون هالشخص جديد شخص جديد في حياتك وهالجرح من علاقة قديمة وما زبطت معك أو علاقة قديمة فشلت ومشان هيك أنت كتير غاردد كتير محافظ كتير متحفظ كتير باني حواجز حول مشاعرك فبالمستقبل لسه عم شوفك متحفظ بمشاعرك أوراقك ولا ورقة منها طلعت فيها كبس أو فيها مشاعر أو فيها عاطفية وأغلب أوراقه الشخص عاطفية بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل شخص اللي عم تتعامل معه شخص بيركز على التفاصيل الصغيرة كتير يعني ممكن بيركز على حكيك أي إشي أنت ممكن تحكيه كجول أو ممكن تحكيه بعفوية هالشخص بيركز عليه كتير ولكن فيه عنده تفاني بالعمل بمعنى أنه فيه عنده تفاني بالعلاقة ومستعد أنه بخطواته بالمستقبل عم شوفه مستعد أنه يبدل مجهود بشأن هالعلاقة شخص عم شوف طاقته بالمستقبل شخص كتير صادق هالشخص ما بيحب الكذب هالشخص كتير متشور ممكن أيضا يكون فيه عندكم اختلاف بالسلم ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون أكبر منك أو فكرته عن الحب بينكم أو اللي بده من العلاقة بينكم بده إشي كبير بده ten of cups بده اكتمال بده علاقة كاملة متكاملة بده أسرة بده علاقة جدية بده خطوبة بده زواج فهمت علي؟ بيختلف من شخص إلى آخر ولكن هو أمشوف أنه فيه عنده تفاني كتير لأنه هالحلم اللي هو بده إياه سواء كان معك أنت أو مع شخص آخر هو بخطواته بالمستقبل هالشخص عم يبحث حاليا أو بالمستقبل عم يبحث إلى تكوين أسرة بده يكون أسرة فمشان هيك هو طاقته الحالية متلخبط كتير ومتضارب كتير عاطفيا لأنه ممكن ما بيحب أنه فيه حواليك أشخاص وأيضا ما بيحب أنه فيه المفروض يكون منافسة بده نفس التفاني منك بده نفس الإهتمام منك لأنه مبين أنه أنت عم تمشي with the flow مع الموجة عم تمشي مع الجو ما عم تجبر إشي ولكن هو بده إشي ملموس بده إشي فعلي هالشخص بدنا نوضح الوضع بينكم بالمستقبل رح يكون شوي مشوش أنتو اللي اتنين شوي مشوشين أفكار داخلية بارانوية مخاوف داخلية أنت بيجوز فيه عندك مخاوف من علاقة قديمة فاشلة وهو فيه عنده مخاوف من أشخاص بحياتك أو عروض حب بحياتك الوضع مش واضح كتير بينكم فبدنا نشوف بالمستقبل طاقتكم المشتركة شو رح يصير بيها الطاقة هل رح يصير فيه clarity أو هل رح يصير فيه وضوح بينكم تواصل بينكم لأنه الاثنين متحفظين أمشوفكم على مشاعركم ففيه تغيرات مفاجئة رح تصير فيه تغيرات بالوضع الحالي اللي انتو فيه رح تصير إذا انت عم تحكي مع هالشخص بدك تنتباه لأنه ممكن الوضع يتغير أو ممكن يصير فيه حساسية بينكم لأنه هالورقة بتحكي عن تغيرات مفاجئة صعب إنك تتحكم فيها وإذا انتو مش عم تحكي مع الحبيب فيه عندك أو عم تحس رح يوصل رح توصل العلاقة في المستقبل إلى حمل عليكم رح تحسوه إنه تقيل لأنه يعني هالعسيان العلاقة بالمستقبل أو ممكن للبعض منكم حالياً أيضاً عم تحسو إنها كتير معقدة بينكم ممكن أيضاً أنت بتحس إنه هالشخص كتير معقد فالعلاقة بينكم ممكن ممكن أنت عم تحس أيضاً إنه هي عم توجد لك شوي من الحمل لأنه متطلبات هالشخص كتير أو الستاندرد ستبعه عالي أو المستوى اللي عم يطمح لإله كتير عالي فبالمستقبل عم شوف إنه رح تمروا بمرحلة رح يزيد فيها الضغط عليكم ممكن روحانياً ممكن عقلياً إذا بتحكوا مع بعض علاقتكم رح تمر ببعض الصعاب إذا مش عم تحكوا مع بعض برضو رح تمروا عقلياً ببعض الصعاب اللي هي رح توصل يعني إلى مرحلة رح تكون كتير شديدة أو كتير معقدة أو رح تحس إنه الحمل كتير زاد ومن بعدها هاي هو اللي رح يوصلكم إلى إلى استنتاج أو رح يوصلكم إلى أو إلى وضوح أو إلى فكرة معينة استنتاج معين خط واضح تمشوا عليه يعني مبين إنه العلاقة بينكم بتحتاج لسبب ما يعني من الله إرادة الله بتحتاج إنه تمر بهالمرحلة لإنه ما رح توصل إلى إذا أنت ملخبط عاطفياً أو هو ملخبط عاطفياً ما رح يوصل إلى النتيجة النهائية أو القرار النهائي أو الانلايتمنت أو التنوير بهو شو بيريد إلا بس يمر بهالضغط الشديد تفهمت عليه؟ فمن بعد هالضغط الشديد رح يصير فيه تغيرات بأوقات مفاجئة لأنه ويلو فورتين دائما بتحكي عن التغيرات فما رح تستمر هالطاقة لفترة طويلة رح يصير فيه تغيرات ورح يصير فيه وضوح بينكم بدي وضح إشي إشي آخر اللي هو وضحنا إنه رح يصير فيه بيينكم ووضوح ولكن ما وضحنا إنه هل رح يكون فيه خطوة هل رح يكون فيه تواصل فبدنا نشوف هل هالشخص رح يقرر إنه يتواصل معك أو يقدم لك رسالة أو عرض حب بدنا نوضح شو خطواته هو بالمستقبل بالعلاقة يعني مش فقط خطواته هو بي نفسه شو هو مصير العلاقة بينكم أوكي أوراق كتير 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 جميلة ممكن البرج اللي عم تتعامل معه يكون برج مائي بالأخص برج السرطان لأنه الكرت بيتبع برج السرطان فممكن البرج اللي عم تتعامل معه برج مائي في بينكم بعد بالمسافات ولكن عم شوف إنه فيه تقدم ورقة تتايت تحكي عن التقدم المستمر الدائم فهالشخص فيه رحلة عن البحث عن الريضة العاطفي هالشخص هو مختار قرار إنه هو بده الرضة العاطفي بده 10 of cups عم يبحث عن السعادة العاطفية هالشخص وإنت ما عم شوفه رح يقوم بخطوة تجاهك ولكن هو فيه تقدم مستمر إذا أنت ممكن توفر له اللي هو بيريده لأنه هو هون أغلب كروتو بده رضة عاطفي بده أسرة بده إشي جدي عم شوف هالشخص عم يحاول يكون أسرة حاليا فإذا أنت بتشوف أنه بتقدر توفر له اللي هو عم يبحث عنه اللي بيريده هالشخص ممكن يحطك في عين الاعتبار لأنه هو الاشي الوحيد اللي خلا يبعد عنك إنه عم يحس إنك مش جدي عم يحس إنك غير جدي عم يحس إنك أنت محوط بأشخاص وأطراف أخرى نحن تعالي فهو عم يبحث على هالسعادة عم يبحث على تكوين أسرة فبدو الوضع يكون كتير جدي ممكن يصير في بينكم لقاء أو يصير في بينكم حديث غير متوقع لأنه مثل ما حكينا تغيرات في الأحداث غير متوقعة رح تصير فممكن الوضع بينكم رح يتغير بمعنى إنه رح تصير تغيرات أنت حتى وهو مش رح تتوقعوها ورح توصلوا إلى استمتاج أو إلى فكرة إنك رح تفهم الفعل هالشخص شو يتطلب منك أو شو يريد منك لأنه مبين إنه أنت ماخد الوضع بأراحية أكتر يعني إراحة أكتر أنه أنت ماشي على أهوى الجو ولكن هالشخص عمشوفي عنده شوي أيضا أو بيحب شوي السيطرة بيحب يسيطر على تطور هالعلاقة لأنه عنده king of swords فبيحب يكون متحكم أكتر بالأمور فمشان هيك بدو اهتمام منك أكتر بدو ديفوشن بدو ياك تعطي على قد ما هو بيعطي بالعلاقة أوكي حباي ببرج الدلو بتمنى القراءة تكون فاديتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك وكومنت شارو وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم